السلام عليكم طلبة وطالبات. صف الاول الاعدادي انكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة السبعة الدرس الخامس والسادسة. سؤال الاول عندي بيقول we went to the not where we enjoy the new play. خلي بالك بيقول لك هنا يعني احنا ذهبنا فين رحنا فين واستمتعنا بمشاهدة المسرحية. خلي بالك هنا play هنا معناها مسرحية. طيب المسرحية ده شباب هتفرج عليها فين. هنزل في الاختيارات كده السينما لا طبعا. fun fair طبعا دي الملاهي. park اللي هي الحضيقة او المنتزة. لكن theater معناها مسرح. يبقى هم يسمع المسرحية في theater اللي هو المسرح. سؤال اللي بعده. يقولي نقط is useful. we use it for its oil. خلي بالك احنا بنستخدمه ونستخرج منه الزيت. ايه هو ده طبعا يا شباب اللي بنستخدمه كزيت. هنزل تحت كده كلمة paper دي معناها ورق. journey طبعا لا. كلمة jam اللي هي المربة لكن الزيت ممكن انطلعه من the olives اللي هو معناها الزيتون. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها بيقول my bedroom. ورفة النوم. نقط a bed and a cupboard. يعني تقط النوم يا شباب بتشتمل على سرير ودلاب. يشتمل على او يتضمن اللي هي كلمة includes. سؤال اللي بعده وقالي هنا last summer. we stayed in a nice nought in her gada. بيقولك يعني في الصيف اللي فات احنا اقمنا في فندق رائع في الغرداء. طبعا هنزل على اجابات عنده شباب كلمة fan fair دي معناها الملاهي متنفعش. اللي بعد كده كلمة hotel هي دي اللي انا محتاجها فندق. بعد كده كلمة theater معناها المسرح. concert حفلة موسيقية. سؤال اللي بعده بقولي هنا my mother put nought. والدتي بتطع ايه on food to make it tasty. بتحط ايه على الاكل عشان يبقى مزاق جيد. او يبقى ليه طعم كويس يعني. عندي هنا شباب في الاجابة كلمة papers اللي هي معناها الفلفل. سؤال اللي بعده بقولي هنا his head is full of good about life. خلي بالك انا عايز يقولك يعني عنده افكار جيدة عن الحياة. يبقى عايز كلمة افكار اللي هي كلمة thoughts. سؤال اللي بعد كده بيقولي what not of a person was rapence and crusoe. قاله في الاجابة clever. بيسأل عن نوع الشخصية دي. نوع الشخصية شباب اللي هي what kind of. اول كلمة عندي هنا كلمة size ما تنفعشي age ما تنفعشي time ما تنفعشي انا عايز كلمة kind اللي هي what kind of. من نوع من. سؤال اللي بعده my little brother not me up at 5 am. بيقولك يعني اخويا صغير عايز يقولك بيصحيني الساعة خمسة. يبقى كلمة up عايز معها walk up. استيقظ يعني. السؤال اللي بعده I read a book by my favorite not last week. برضو هنا بيقولك يعني انا بقرأ الكتاب بواسطة كاتبي المفضل. او انا قرأت خلي بالك جملة في زمن الماضي. انا قرأت الكتاب بواسطة الكتاب اللي كتبه كتاب. يبقى buy writer. اللي هو الكاتب يعني. السؤال اللي بعده. our weekend was not we didn't enjoy it. عطلة نهاية الاسبوع يا شباب كانت ايه? احنا ما استمتعناش بها. هنا بينفي. خلي بالك طبع ما قالك didn't enjoy بها كات سيئة او فضيعة. كلمة سيئة او فضيعة عندنا اللي هي كلمة terrible. سؤال اللي بعده. we couldn't go out yesterday because it was not. يعني بيقولك هنا احنا مقدرناش نطلع امبارح او نخرج بسبب ان الجو كان طبعا بيريح شديدة او عاصفي. يبقى كلمة ويندي. سؤال اللي بعده. يقولي هنا after a hard day's work he was not. يعني بعد كل عمل جاد هو بيكون ايه عايزه يقولك هو كان تعبان. كلمة متعب او تعبان لها كلمة tired. يبقى he was tired. سؤال اللي بعده. سؤال اللي بعده. I went not a holiday with my family last week. برضو هنا كلمة holiday يا شباب من الكلمات اللي بيجمعها دائما الحرف القرى on. فهنا اقوله on a holiday. سؤال اللي بعده. سؤال اللي بعده. my laptop stopped a so i lost all my work. انا فقدت كل عمالي لان اللابتوب بتاعي توقف عن العمل. كلمة يا شباب توقف عن العمل. كلمة stop اصلا بيجوار الفير مدخل اي نجي. فهنا اقوله كلمة stopped working. سؤال اللي بعده. we planned to not a barbecue in the afternoon. خلي بالك بيقولك احنا خططنا لحفلة شواء. اسمها have a barbecue. سؤال اللي بعده. سؤال اللي بعده. that not a ticket for the final match yesterday. عايزه يقولك يعني وديدي حصل او قبلنا تساكر ليه المطش. يبقى هنا كلمة got a ticket. عند كلمة got. الصفحة اللي بعده كده عندنا exercise على الدرس الخامس والسادس. بيبدأ معاها بالسؤال الاول في امتحان. سؤال lesson. خلي بالك سؤال نص الاستماع. سؤال مهم جدا. بيجيب لي قطع صغيرة كده. وببدأ اسمحها من خلال اللي انا سمعته. وببدأ اختار الاجابات دي. يبقى الاجابات اللي انا بختارها قدامك دي كلها. انا بختارها بنانا على قطع بسمحها. وعلشان السؤال ده بيكون محلول في اخر الكتاب. علشان كده بيبدأ احليولك على طول. وبنبدأ مع بعض نخش في السؤال التاني. نشرحه بالتفصيل. خلي بقى لك سؤال محادثة. لازم تقرأ محادثة كلها على مهلك. وترجمها قبل ما تبدأ تحدي. المحادثة بتاعتنا. مونا ودينا بتكلموا عن الهواية المفضلة. فمونا بتسألها وتقول لها what's your favorite topic. سؤال مهم جدا. بتقول لها ايه هي بقى هويتك المفضلة. طبعا شباب السؤال ده بقى عني ب I like. يبقى هنا هكتب I like. وانزل بقى اشوف هوايتها المفضلة ايه. لازم اقرأ محادثة كلها شباب. هوايتها تحت مكتوب classical music. يبقى اكيد بتحب تعزف الموسيقى. فهتقول لها I like playing music. انا لازم اقرأ محادثة كلها قبل ما اكون احلق او قبل ما امتح. فهتقول لها I like playing music. يعني بحب ان انا اعزف موسيقى. من قرأت لها do you like classical music. بتحب الموسيقى الكلاسيكية. طبعا do بقى لا ب yes or no. من قرأت المحادثة كلها شباب. هي كما تشغل في فرقة المدرسة. او انضمت لفرقة المدرسة. فهنا عضر اقول لها yes I do. اكيد هي هتكمل بقى انها بتحب الموسيقى. فتقول لها yes I do. بعد كده مونة هتبدأ تسألها سؤال كانت اجابته yes I play it in the school band. اللي هي الفرقة المدرسية. خلي بالك طالما الاجابة بيسيبقى السؤال لازم يكون بهل. عندي هل بجيبه من الاجابة. عندي هنا شباب زم مدرعة بسيط. هسأل ب do. بتسأله هي فتقول لها do you do you play. كمل من الاجابة بقى do you play it in the school band. تكمل لها من الاجابة هل انتي يعني بتعزفي في فرقة موسيقية بتاعت المدرسة فتقول لها do you play it in the school band. بعد كده عندي مونة بتبدأ تسألها سؤال مهم جدا. بتقول لها حاجة كانت اجابة السؤال ده برضو يا شباب. هنا مونة بتسألها سؤال اجابته no I don't practice it at home. خلي بالك برضو طالما عندي yes or no يبقى السؤال بهل. طيب هل بجيبه منين من الاجابة. انا عندي اصلا اجابة فيها don't. يبقى هنا بيسأل يعني بيقول لها هنا do you نفس الكلام برضو. هي بتقول لها don't practice it at home. يبقى تقول لها do you practice it at home. بتسألها يعني هل انت بقى بتتمراني في البيت. فتقول لها طبعا انها ما بتتمرانش في البيت. يبقى do you practice in at home. بعد كده شباب عندي مونة بتتسألها سؤال بعد كده بتقول لها when did you start playing it. امت بدأت تعزفي طيبا وين معناها متى. متى هيبعيز هنا وقت. الوقت يا شباب ممكن اجيبه اي وقت ممكن اقول مثلا لما كان عندها خمس سنين. او هي تقول لها لما كان عندي خمس سنين او سبع سنين او اي وقت هيبقى مكتوب هنا صحيح مفيش اي مشكلة. فنكتب مثلا add the age of. مثلا نكتب 7. بعد كده شباب عندي كامل الاكسرسايز. سؤال اول بقول لي he is a or an not man. so all people like him. طبعا الناس كلها بتحبه. يبقى هو شخص ايه طيب. كلمة طيب او عطوف يعني kind. سؤال اللي بعده يقول لي as it was not we couldn't stay on the beach. طيب هنا ما قعدوش او ما قعدوش على الشاطئ. اكيد الجو كان يا شباب كان عاصف او فيه رياح شديدة. هي كلمة ويندي ب as it was. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول I not tomorrow will be a better day. خلي بالك الجملة دي في صغة المستقبل. عايز يقول له يعني انا اعمل ب I hope tomorrow. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا يا شباب not oil is the used in some meals. ايه هو بقى الزيت اللي بيستخدم في بعض الوجبات. طبعا هنزف الاجابة. هلقي الحاجة الوحيدة اللي ممكن اعمل منها الزيت اللي هو الزيتون. معناها olive. سؤال اللي بعده بيقول لي yesterday we had a or an not at school. من بارح كان عندنا عايز يقول هنا شباب حفلة في المدرسة. حفلة اللي هي concert. سؤال اللي بعده بيقول لي هنا we not in the hotel because we were all tired. خلي بالك احنا عايز يقول لك احنا فضلنا عادين في الفندق بسبب اننا كنا تعبادين. ما قدرناش نخرج. عندنا يبقى اللي هي stayed. سؤال اللي بعده بيقول لي please من فضلك نقط me of the next meeting. بيقول له هنا مفضلك ذكرني بالاجتماع القادم. طلب حاجة في المستقبلة شباب كلمة يذكر اللي هي كلمة remind. لكن لو انا بفتكر حاجة يستذكر يعني اللي هي remember. يبقى اللي انا عايز هنا يذكر اللي هي remind. بقوله فكرني يعني. السؤال اللي بعده it was okay on Sunday. بدا يقول له بعد كده I had lots of homework. خلي بالك عندنا هناك جملة دي مهمة جدا بيقول له يعني كلمة also على الرغم من. السؤال اللي بعده بقول لي the last weekend was not fantastic. خلي بالك برضو هنا fantastic عايز قبلها really. حقا كان رائع يعني حقا رائع. فديقول له was really fantastic. السؤال اللي بعده بقول لي it not an hour to go to school yesterday. عندنا كلمة hour عندنا هنا شباب بجملة كلها فيها yesterday في السيغة الماضية. فقول له talk. استغرقها. السؤال اللي بعده كده عندي بيكون سؤال correct. سؤال مهم جدا عندي يا شباب اربع نقط بيكون عليهم اربع درجات. كل اللي علي ان انا بشيل الكلمة الغلط دي وبكتم كانها كلمة صح. هنا بيقول لي how is your last weekend. خلي بالك ده اصلا مهم جدا في عنوان الوحدة. اللي هو عايز يقول لك كيف كانت عطلة نهاية الاسبوع. طيب الجملة في الماضي يا شباب. هنا ما نفعش نستخدم is. لكن استخدم was. قال له have was. يبقى اول واحدة عندي هتبقى كلمة was. السؤال اللي بعده have you get. طبعا ما عندناش حاجة اسمها have get. عندي have got. أو has got. يبقى هنا مش هينفع استخدم get. لكن هشيلها وقت ما كان got. هدو بقى have you got. اللي هو معناه هل عندك شنطة مدرسيين. سؤال اللي بعده. بولي tomorrow was. طبعا tomorrow ده مستقبل. منفعش استخدم مع كلمة was. لكن انا عايز هنا اشيل كلمة tomorrow. عشان was. فاستخدم كلمة yesterday. يبقى بدلا ما اقول له بكرة. كان لا اقول له بالامس يعني. الامس يعني. يبقى yesterday. عشان كلمة was استخدمت yesterday. سؤال اللي بعده. I lost go to the concert. تخلي بالك برضو الجملة هنا في سنة. سنة في الماضي يا شباب. طالما في الماضي. يبقى هنا مفعش استخدم go. لكن هاجب الماضي منها. لان عندي in twenty ten. فالماضي عندي اللي هي كلمة went. يعني انا ذهبت. يبقى كلمة went. السؤال اللي بعد كده. بيكون سؤال البراجراف. خلي بالك السؤال ده محلول في اخر الكتاب. بس ان شاء الله في قيمة تشغيل الترمي الثاني. الصف الاول الاعدادي. هنزل لك فيديو. شرح ازاي تكتب براجراف بالكادر.